بسم الله الرحمن الرحيم إلى الرأي العام والعشائر الأخرى باسمنا وباسم جميع ابناء العشائر والقبائل ندين الهجمات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري وما يسمى بالدفاع الوطني التابع له في مناطق دير الزور حيث أقدموا على استهداف منازل المدنيين العزل وتسببوا باستشهاد وجرح العديد منهم مرة أخرى كشف هؤلاء الذين يعملون لصالح جهات خارجية معادية لعشائرنا وشعبنا عن وجوههم وقد سقط القناع الذي طالما كانوا يستطرون به باسم مزاعم ما يسمى بقوات العشائر وهم لا يمتون لعشائرنا بأي صلة بل هي حفنة ماريقة امتهنة الارتزاق والعمل على نشر الفوضى والبلبلة والقتل أينما وجدت إننا نؤكد على أننا وقفنا مع قوات سوريا الديمقراطية سابقاً ونحن على الموقف ثابتون الذي لا يتزعزع اليوم وغداً طالما أنها القوة الوحيدة التي دفعت أكلافاً باهظة لتحريرنا من الإرهاب وهو سام الشرف نعلقه على صدورنا ونعتزب بطولاتهم وتضحياتهم وقد اختلطت دماء جميع عشائرنا ومكوناتها معاً لتحرير مناطقنا من الإرهاب وسنظل متمسكين بموقفنا هذا ضد كل التهديدات التي طالبت مناطقنا لأن مقاتل قوات سوريا الديمقراطية هم من أبناء عشائرنا وأهالينا وعاهد الله وشعبهم على الدفاع عن مناطقهم مهما كلفت التضحيات نؤكد مرة أخرى على الحل السوري السوري دون تدخلات خارجية لقد عانينا كثيراً من ويلات إرهاب تنظيم داعش الإرهاب والفضل كل الفضل لقوات سوريا الديمقراطية التي كتبت نهايته في معركة الباغوز ولن نسمح لأي جهة كانت تريد أن تعيد عقارب الساعة للوراء وتدخلها ثانية وتدخلنا ثانية في متاهات الحروب والفوضى وحالات الثأر وإثارة الفتن العشائرية والعرقية وفي هذا الخصوص نحذر تلك الأطراف الساعية للنيل من وحدتنا الوطنية وزعزعت ثقتنا بقواتنا قوات سوريا الديمقراطية وننصحهم بأن لا يختبروا صبرنا فنحن وقوات سوريا الديمقراطية نشكل وحدة متماسكة غير قابلة للتصدق ولدينا من القوة والإمكانات ما يمكننا من رد الصاع صاعين ولكننا في ذات الوقت نجنح إلى السلم والسلام والحفاظ على وحدتنا الوطنية وهذا ما عهدناه من قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا منذ تأسيسها ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والإجلال والإكبار لمواقف عشائرنا من خلال شيوخها ووجهائها الذين ما برحوا يتمسكون بالحق والعدل من خلال وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية لإحباط المؤامرة التي يراد لها أن تمزقه وتود بنا إلى حالة الاقتلال والفوضى العشائري فكان لهم الدور البارز في وعد الفتنة والحفاظ على اللحمة الوطنية والعشائرية كما ندعو جميع ابناء شعبنا بجميع ألوان الطيف العشائري بشيبه وشبابه إلا تدارك الإنزلاقي وراء الأجندات المشبوهة والمغرضة التي تحاول النيل من مكتسبات ثورتنا التي ضحى أبناؤنا بدمائهم في سبيل تحقيقها ويجب عليهم أخذ الحذر والحيطة من الألعاب من تلك الجهات المعادية التي باتت أهدافها مكشوفة ألا وهي نشر القتل والفوضى في مناطقنا ونعيد توجيه كل الشكر والإجلال والإكبار إلى قوات سوريا الديمقراطية وقادتها الميامين الذين تعاملوا بحكمة وعقلانية وأخلاقية عالية مع الحدث عبر تفادي الإضرار بالمدنيين وإبعادهم عن ساحات الاشتباكات التي جرت وكذلك محاولاتها تطويق الحدث وعدم الإنجرار إلى معركة مفتوحة بل اكتفت بالرد على الهجمات واتخذت موقف الدفاع عن أهالينا والممتلكات العامة والخاصة وفي الختام ندعو جميع تلك الجهات المتورطة في هذه الأعمال الإجرامية إلى إعادة النظر في حساباتها مع الأطراف التي تدعمها فعلى صخرة الوحدة الوطنية التي وفرتها قوات سوريا الديمقراطية نستطيع دحر كل الهجمات التي تحاول النيلة من أمننا واستقرار مناطقنا والله ولي التوفيق 8-8-2014 ترجمة نانسي قنقر